لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أرد بعقل إحبا نقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين عقل المساعد مرحب بيكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل والنهاردة عنوان حلقتنا هيكون اسمها رأي ابن حجر في أهل السنة والحقيقة احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن شخصية البخاري وتكلمنا عن شخصيات كتير سواء من اللي رأوا الحديق الصحيح أو اللي نقل عنهم البخاري الأحاديث أو حتى اللي كفروا البخاري أو برضو اللي مدحوه والتزمنا في كل الحلقات اللي فاتت بالأمانة في النقل من المصادر الإسلامية واحنا بنعمة ربنا هنتكمل عن كتاب سهيل بخاري بالتفصيل بس في المستقبل وزي ما اتكلمت عن شخصية البخاري وعن عقدته هنتكلم برضو عن أعظم بنقام بشرح صحيح البخاري بالنسبة لعالماء أهل السنة والجماعة وهو الحافظ ابن حجر العسقلين هو تولد سنة 773 ومات سنة 852 وهو ملقب بأمير المؤمنين في الحديث وابن حجر بدأ تأليف كتابه فتح الباري شرح سهيل بخاري سنة 817 وانتهى منه سنة 842 يعني قعد 25 سنة بيكتب في شرح الحديث وهنكتشف في الحلقات اللي جاية ان أعظم شارح لصحيح البخاري واللي بيعتمد عليه أهل السنة في كتابه لحد دلوقتي بيخالف أهل السنة في أساسيات العقيدة وهناخد أمثلة بسيطة قبل ما نبتدي عشان نعرف ابن حجر نفسه إزاي بينظر لأهل السنة وطبعا مفيش أحسن من كتابه اللي هو فتح الباري اللي بيشرح لنا إزاي هو بينظر لأهل السنة وأول حاجة بيقول على أهل السنة إن هم مجسمة ومجسمة دي يعني إيه؟ مجسمة يعني وصفه الله إنه ليه جسم جسم يعني بمعنى إنه ليه عين وساق وواكه ويد فأول كتاب إحنا هنروح ليه صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وجه يوم إذن ناضرة إلى رباه ناظرة وهنشوف فتح الباري بيقول إيه؟ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني قال ابن بطال تمسك به المجسمة فأثبته لله السورة وطبعا نلاحظ ابن حجر بينقل رأي ابن بطال يعني إيه بينقل رأي ابن بطال يعني هو موفق عليه وطالما مش بيرد رأيه يعني هو موفق عليه اللي بيقول على أهل السنة إن هم مجسمة لأن هم بيثبتوا إن لله سورة ابن حجر ما بيردش على الكلام يبقى ابن بطال بيقول إن أهل السنة مجسمة وابن حجر بيوافق على كلامه هنروح لي مثال تاني يقول فيه كمان إن أهل السنة مجسمة ومش كده وبس لأ ده بيكتب كمان على معطقته صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني ابن حجر بيقول إيه؟ قال ابن بطال نفس الموضوع احتج بابن بطال يعني موفق على كلامه احتجت المجسمة بهذا الحديث وقالوا وفي قوله وأشار بيده العينه دلالة على إن عينه كسائر الأعين يعني إيه؟ يعني الكلام ده يعني هو بيقول إن المجسمة اللي هم أهل السنة بيقولوا إن عين الله كسائر الأعين هل أهل السنة بيقول كده؟ طبعا لأ وبعدين بيقول وتعقب باستحالة الجسمية عليه لأن الجسم حادث وهو قديم فدل على إن المراد نفي النقص عنه يعني بيقولوا إن عين الله زي عين البشر يعني مشبهة وده تعبير لما يشبه الله عينه وعين البشر يعني كأنهم بيقولوا إن دولة أهل السنة مشبهة ونلاحظ برضو زي ما قلت لكم إن ابن حجر موافق على كلام ابن بطال وبيقول إن السنة مجسمة واستشهد بكلامه يعني موافق عليه وأهل السنة طبعا مش حدش فيهم بيقول كده لكن ده كلام ابن بطال وكذب على أهل السنة ولما قال كده وقالوا في قوله وأشار بيده العينه دلالة على إن عينه كسائر الأعين وما فيش هو لا عالم سني بيقول الكلام ده السؤال المطروح إزاي أهل السنة بيقبلوا بشرح ابن حجر لسهيل بخاري وهو بيتهمهم إن هم مجسمة وأكتر من كده ابن حجر بين الكلام كذب على أهل السنة وطبعا بينقله لأنهم وافق عليه طيب من اللي فات اتأكدنا إن ابن حجر مش من أهل السنة وبدعمت ربنا إحنا في الحلقات الجاية هنشرح كلام ده كله بالتفصيل طب إيه هي بقى عقدة ابن حجر زي ما عودناكم إن إحنا في الحلقات اللي فاتت إن إحنا بنستشهد من كاتب الكتاب نفسه ابن حجر من فتح الباري وعلى قد بنقدر نحاول نشرح إيه هي عقدة ابن حجر من خلال كتابه اللي هو كتبه بنفسه فهنروح لأول حديث في صحيح البخاري كتاب التوحيد وطبعا فتح الباري بيقول إيه وقال ابن حزم في كتاب الملل والنحل فرق المقرين بالإسلام خمسة أول حد أهل السنة ثم المعتزلة ومنهم القدرية ثم المرجقة ومنهم الجهمية والقرامية إلى أن يقول ثم افترقوا فرقا كثيرة في الحلقة الجاية بنعمة ربنا إحنا هنعرف مين هما المعتزلة ويعني إيه قدرية وهنعرف مين هما المرجقة والجهمية في الحلقات الجاية وإيه علاقة ابن حجر بعقدتها أولئك ولكن أهم حاجة عندي النهاردة عايزين نعرفها أو عايزين نعرف ابن حجر بيقصد به أهل السنة لأنه أول حد أهل السنة أول ما حد هيسمعني دلوقتي هيقولي أهل السنة طبعا أكيد أهل السنة والجامعة لكن لا هنشوف دلوقتي إحنا نقلنا في البداية الحلقة دي إن ابن حجر بيقول عليهم مجسمة وبرضو في حديث آخر بينسبهم ابن حجر وبيقول عليهم إن هما حنابلة وإحنا في الحديث اللي جاي دلوقتي هنشوف سهيل بخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أزنا له ابن حجر بيقول إيه قال الحفظ ابن حجر وأثبتت الحنابلة إن الله متكلم بصوت وحرف مين اللي أثبت إن الله متكلم بصوت وحرف طبعا دول أهل السنة والجابعة هما اللي أثبتوا إن الله متكلم بصوت وحرف لكن هو بيقول الحنابلة لما بيقولش أهل السنة طب أنت دلوقتي لما بتقول الفرق المكرين بالإسلام خمسة أول فرق أهل السنة أنت بتقصد مين لكن إحنا أنا مش أطول عليكم خلينا نروح لحديث تاني عشان نفهم أكتر فيه سؤال طبعا لازم ما تروح أنت بتقصد مين بكلمة أهل السنة سهيل بخاري كتاب الزكابة بفضل صدقة الشحيح يقول لنا كده فتح الباري اللي ابن حجر بيقول إيه وقوله أطولهن يدا أي أسمحهن ووقع ذكر اليد في الكرآن والحديث مضافا إلى الله تعالى وبعدين ابن حجر بيقول إيه واتفق أهل السنة وجماعة على أنه ليس المراد باليد الجريحة التي هي من صفات المحتسات وأثبتوا ما جاء من ذلك وأمانوا به هل أهل السنة والجماعة قالوا فعلا أن الله ملوش يد لا طبعا الله ليه يد أهل السنة والجماعة أثبتوا أن الله يد لكن مش يد جارحة يعني زي إيدنا أو بيشبغوها زي إيدنا لأ أهل السنة والجماعة يعني مش بيشبهوها بيد البشر فبيقول كده وأثبتوا ما جاء من ذلك وأمانوا به فمنهم من وقفه هل أهل السنة وقفوا وقفوا أن الله ما نعرفش يعني هنقف مش هنقول الله ليه يد ولا لأ وبعدين بيقول كده فمنهم من وقفها ولم يتأول ومنهم من حمل كل لفظ منها على المعنى هل فعلا أهل السنة والجماعة أولوا الإيد وقالوا مثلا هل يدى الله يعني قدرته أو يدى الله يعني قوته لا أهل السنة والجماعة فعلا أثبتوا أن لله يد مأولوش لكن هو هنا بيقول أن أهل السنة والجماعة منهم من وقف ومنهم من تأول فبيقول كده منهم من وقف ولم يتأول ومنهم من حمل كل لفظ منها على المعنى الذي ظهر له وهكذا عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك يبقى دلوقتي إحنا هشرح كمان اللي بيقول كده اتفق أهل السنة والجامعة على إنه ليس المراد باليد الجارح التي هي من صفات المحدثات ده مش كلام أهل السنة ده كلام الأشاعرة ونلاحظ ابن حجر قال إيه اتفق أهل السنة والجامعة عشان نعرف أصدق إيه هنروح لتعليق الشيخ البراق وهنشوف الشيخ البراق علق قال إيه الشيخ البراق بيقول وقال الحافظ ابن حجر واتفق أهل السنة والجامعة يدخل فيهم الأشاعرة ونحوهم من توقف الإثبات كما يقتضيه كلامه يبقى هو هنا الشيخ البراق راح قال إيه ده اللي بيتكلم عليه ابن حجر لا دول بيدخل فيهم الأشاعرة طيب بيقول دلوقتي هل أنت يا شيخ البراق فعلا أنت تعليقك يعني مظبوط ولا في حاجة يعني مش مظبوطة قوي هل الأشاعرية بيدخلوا بيكونوا جزء من أهل السنة والجامعة زي غيرهم الطاقف يعني اللي بتقول كده يعني هنشوف طبعا كلامه مش دقيق قوي كلام الشيخ البراق مش دقيق خلينا نشوف حديث تاني عشان نتأكد أن البراق كلامه مش دقيق أو هيثبت أن ابن حجر عقدته يا العقيدة الأشعرية سهل بخير كتاب الصلاة باب استقبال القبلة باب عزة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة بيقول كده قال الحافظ لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عدوا مخصوص هل فعلا أهل السنة بيقول كده أن الرؤية لا يشترط لها عدوا مخصوص خلينا نشوف تعليق الشيخ البراق الشيخ البراق قال إيه لأن الحق عند أهل السنة والجماعة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عدوا مراد الحافظ بأهل السنة هنا الأشاعرية يبقى ابن حجر أول ما يقول أهل السنة يبقى ابن حجر بيقول إيه الأشعرة يبقى ابن حجر بيعتبر أن أهل السنة هم الأشعرة فقط فأنا دلوقتي أعلقص لكم الحلقة ملخص الحلقة النهاردة أن ابن حجر وافق على قول ابن بطال أن السنة هم من المجسمة لأ وكمان تأول عليهم كلام غلط وأن هم بيقولوا أن الله عين كسائر الأعين وكمان سمعهم حنابلة لما أثبتوا أن الله بيتكلم بصوته حرف والمفاجأة أن أهل السنة عند ابن حجر هم الأشعرة يبقى أي حديث إحنا هنشوفه هيقابلنا في المستقبل أول ما ابن حجر يقول السنة أهل السنة يبقى هم وبيقصد الأشعرة والحلقة الجاية هنتعرف على مين هم الأشعرة في معتقد أهل السنة وتابعوني الحلقة الجاية من حلقات النقل إلى النقل أم العقل وألتقي بكم الحلقة الجاية القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر